نظمت هيئة قناة السويس احتفالية خاصة لمجموعة من أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة وذلك من ببنى المارينة الجديد شرق القناة بمدينة الإسماعيلية تهدف هذه الاحتفالية للاحتفاء بأسر الشهداء وتعظيم البطولات التي سترها رجال وأبطال قواتنا المسلحة ورجال الشرطة البواسل وتضحيات الغالية التي قدموها في سبيل ذودي عن تراب الوطن وحفظ سلامة وأمن أراضيه وأكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع في كلمة له أن قناة السويس حرصت على تخليد ذكرى وبطولات شهداء مصر بإطلاق أسمائهم على أحدث وأبرز مشروعاتها القومية لربط سيناء الحبيبة بالوادي عبر سلسلة من الكبار العائمة تربط ضفتي القناة في مدن القناة الثلاث